السيدات والسادة الحضور إن تأمين الطاقة وتنوع مصادرها وكذلك الحفاظ على بيئة نظيفة هما ضمن أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات واستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يعد أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية فضلا عن مزاياها التنافسية العالية وإسهامها ضمن مزيج متنوع متكامل من مصادر الطاقة في تلبية الاحتياجات المتزايدة منها تحقيقا لخطط التنمية المستقبلية ترجمة نانسي قنقر